دلوقتي انا حابة اكلمكم على الكتاب اللي انا انتهيت من قرائته بعلي يومين بخلص كنت ابتديت في اول كم صفحة من فترة وبعد كده قررت ان انا لا اخلص الكتاب ده فهو اسمه The Approval Fix وبيتكلم اللي كتبها جويس ماير هي زي ما قلت لكم في فيديو من الفيديوهات ان هي من خلفية كنسية يعني اسيسة الكتاب كتبها من واقع تجربتها هي وكتبها عن الناس اللي هي دايما بتحب تردي الاخرين ومش عيب ان احنا نحاول ان احنا نردي الاخرين وان احنا نسعدهم لكن لما يتحول الموضوع لادمان وان احنا يعني نيجي على نفسنا كتير قوي احيانا نصل الى ان احنا نظلم نفسنا ساعاتها بيبقى في مشكلة وبيبقى في لازم يبقى في وقفة ونحاول نصحح ده The Approval Fix كلمة Fix معناها جرعة زي ما الشخص كده يبقى مدمن لحاجة معينة وعايز الجرعة لانه مش قادر يتحمل الحياة بدون هذا الشيء اللي هو مدمنه فكأن الواحد مستني جرعة الموافقة من الاخرين او رضى الاخرين عشان يقدر يستمر في الحياة انا كتبت حاجات كتير قوي وهحاول اللخصها لكم بسرعة لان الكتاب فعلا حلو قوي وطبعا بتتخللوا ايات من الانجيل والحاجات دي لكن انا متعودة ان انا اقرأ الحاجات دي بموضوعية وبحيادية زي ما قلتلكم الحكمة ضلت المؤمن اينما وجدها غني محا فانا دايما بدور على الحكمة من اي ديانة من اي ثقافة في حاجات كتير قوي كتب بوزية وكتب اخرى وانا بقرأ الحاجات دي بوعي ومعرفة لما هو حلال وما هو حرام وما هو مقبول وما هو غير مقبول وبركز على المفاهيم العامة لان بصراحة في نقص شديد جدا جدا في ثقافتنا في الشرق الاوساطية في حاجات معينة فعايز اقول لكم بقى الكتاب بيتكلم على ادمان الموافقة ان احنا نكون دائما نسعى لارضاء الاخرين ونيل موافقتهم وده احيانا بيعلم اللي حوالينا ان هما كمان يدمنوا السيطرة علينا وعلى افعلنا انا بتكلم على الحالات الاكسترين يعني واحدة ما تجيش تقول يعني انا ما رضيش جوزي لا طبعا نرضي جوزنا جوازتنا ونرضي ابهتنا وامهتنا ونرضي مقدرعنا ولكن يعني ناخد بالنا ان الموضوع ما يتحولش ان احنا نيجي على نفسنا وان احنا يعني ند من التضحية في الكتاب بتتكلم على عقدة شهيد الواجب في ناس كتير قوي 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 بتعمل حاجات وبتدمن هذه التضحية مع ان احيانا هي مش مجبرة على هذه التضحية وانها لو فكرت كان ممكن تحل المشكلة بدون محد يضحي عشان كده انا بحب الكمبرميز اكتر من الساكرفايس ايه الفرق بينهم الكمبرميز ان احنا بنصل لحل وسط مفيش حد غالب والتاني مغلوب مفيش انسان في العلاقة دي غالب ومغلوب مفيش طرف من اطراف العلاقة بياخد كل اللي هو عايزه 100% والطرف التاني بياخد 0% بياخد 0% التضحية معناها ان واحد تخلى عن حاجة معينة وصاد حاجة معينة وصاد حاجة تانية اه التضحية كويسة لو احنا متقبلنا لكن التضحية مش كويسة لو هتفضل شوكة تنغص علينا حياتنا فاول حاجة بتتكلم على ان احنا نتقبل انفسنا ليه احنا بنود من ارضاء الاخرين او بنود من احساس ان ده بيحبني وده موافق علي وده قابلني وبنحاول نسعى لده اكتر من مرة لان احنا فيه مشكلة داخلية فينا فلازم نبتدي نتقبل انفسنا الاول واول حاجة تخلينا نتقبل انفسنا ان احنا نعرف ان ربنا بيحبنا حتى لو احنا عصاء حتى لو احنا اخطأنا حتى لو احنا عملنا اي حاجة ربنا بيحبنا ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادمين مش عشان يعزبهم ربنا خلق البني ادمين بني ادم عشان يعبدو فاحنا من الاول كده ربنا بيحبنا او بيبتلينا ببعض الامور والابتلاءات بتختلف من شخص لشخص وقدرها بيختلف من ابتلاء لاخر ونوايتها بتختلف من ابتلاء لاخر لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا فدي مفروغ منها الحاجة التانية ان احنا بنود من ارضاء الاخرين لما ما نبقاش مؤمنين بانفسنا لما يبقى ايماننا في نفسنا متزعزع انا مش عارف هو انا كويس ولا وحش فرضى الاخرين عني او قبول الاخرين عني بيبقى التأكيد اللي انا محتاجه عشان اعرف هل انا كويس ولا وحش فا ادمان الموافقة فخ بنقع فيه ان احنا عشان نحس احساس كويس عن نفسنا لذا نحس ان احنا عاجبين الاخرين وده طبعا ما بيحصلش وهتكلم عنه فنهدى لان لو قيمنا كده حياتنا ولقينا ان احنا ما بنعملش حاجة حرام ولا حاجة غلط ولا حاجة عيب فخلاص نهدى بقى ربنا سبحانه وتعالى شايف ومطلع بس اهم حاجة ان احنا نكون عاملين اللي علينا والبني ادم له قدر عظيم واحنا بني ادم فافتكروا كده قصة سجود ابليس معروفة جدا في كل الديانات وفي قصص مشابهة في ديانات تانية يعني مثلا قدماء اللي هم الهنود الحمر عندوهم قصص للخليقة شبيهة شوية بالحاجات اللي عندنا لكن طبعا بطرق تانية وبشكل تاني ولكن مفادها ان البني ادم ده له قدر عظيم وان كل الامور اللي في حياتنا بتنبع من مصدر واحد هو عقلنا اللي بيتصوروا عقلنا هو اللي بيخلقوا في الواقع لو تصورت ان منتهى املي هو ان انا ارضي هذا الشخص هسعى طول حياتي ان انا ارضي هذا الشخص ولو ما حصلتش على هذا الرضا هتطر ان انا اعمل حاجة انا مش عايزها او اعمل حاجة انا مش قابلها او ااجي على نفسي عشان افضل ارضي هذا الشخص الحاجة التانية المهمة جدا الرسالة التانية اللي شفتها في الكتاب ان الخطأ من نواميس الحياة يعني ان احنا نغلط ده الشيء الطبيعي ربنا سبحانه وتعالى لو كان عايز يخلقنا ان احنا ما نغلطش كان خلقنا ملايكة لان الملايكة ما بيفكروش ما بيقولوش يمين ما بيقولوش شمال اللي بيتعلهم بيعملوه بحى زفيره لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الارادة خلق لنا العقل خلق لنا القدرة على اتخاذ القرار خلق لنا الغريزة وما هو اكبر من الغريزة يعني تلاقي القطط والكلاب والحيوانات والنحل والطيور والحاجات دي كلها كل الحاجات اللي بتمشيها في الدنيا نبعى من غريزة هذا الكائن احنا عندنا غريزة عندنا حاجات تقع تحت الغريزة زي مثلا حب الام لأولادها وحب الاب لأولاده لكن في حاجات نبعى من اختياراتنا فمدام عندنا القدرة على اتخاذ القرار لازم يكون فيه خطأ وصواب لازم حتيجي لحظات اننا هعمل حاجة غلط لازم حتيجي لحظة من لحظات اننا اضعف اننا اغلط فده شيء طبيعي فنتقبله في نفسنا لان ما فيش بني ادم ما بيغلطش وده يرجعنا تاني للثقة بالنفس اننا لو واثق من نفسي لو انا واثقة من نفسي هغلط هعمل حاجتين زي انا خدتها يمكن من ادارة الجودة بنعمل corrective action وبنعمل preventive action بنعمل corrective action احنا بنصحح الخطأ سيه خدنا حاجة مش مفروض ناخدها بنرجعها خدنا قرار غلط بناخد عكسه فcorrective يعني بنصحح الخطأ الاهم بقى هو preventive action هو ان احنا ناخد اجراء يمنع تكرار الخطأ في المستقبل ان انا مغلطش نفس الغلطة تاني فاكريني يوم ما كلمتكم على المؤمن كيس قطن المؤمن كيس فطن انه لا يلدغ من جحر مرتين يعني ما بيقعش في نفس الغلطة مرتين ليه؟ لانه عمل اجراء احترازي ان الخطأ ده ما يتكررش سبيل المثال الناس اللي بتسافر كتير عارفين انهم محتاجين يجهزوا حاجات معينة للسفر لو انا جهزت الشنطة بتاعتي وروحت المكان اللي انا رايحها وطلع ان انا ناسي حاجة هصلح الامر ده وان انا هروح اشتريها خلاص صلحت الغلط الpreventive action بقى هو ايه؟ زي امتع تكرار الغلط ده ان انا عندي لستة بحط فيها الحاجات اللي انا محتاجة اخدها كل مرة ازافر بضيف هذا الشيء لللستة بتاعتي يبقى كل مرة بجهز شنطتي ببص في اللستة بتاعتي وباخد كل الحاجات اللي فيها كده منعت ان انا انسى اي حاجة مهمة مفروض اعملها فده مهمة خالص ان احنا نعرف ان الخطأ من نواميس الحياة واحنا كبني قدمين لازم نغلط نصح خلطنا ونمنع حدوثه في المستقبل ومهمة قوي نعرف ان احنا تفكيرنا اللي بيحدد حياتنا انت ما تؤمن به حياتك هي اللي بيصناها تفكيرك فلما نفكر صح هنتكلم صح وهنتصرف صح لما نفكر صح ونحدد اولوياتنا ونعرف اهدافنا ونفهم احنا عايزين اي من دنيتنا هنتكلم الكلام اللي يعبر عنده صح وناخد الخطوات الايجابية في حياتنا ان احنا نصل للي احنا عايزين نوصله ولما نتكلم صح هنعرف كل اللي في محيط حياتنا على ايه اللي احنا عايزين نحققه مهم جدا كمان ان احنا لما نغلط نغفر لنفسنا احيانا بنعمل غلطات وغلطات كبيرة اوي 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 لو فضلنا فريسة لتقنيب الضمير هندخل في دايرة جهنمية من القنوط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وده ممكن يدفعنا لحاجات وحشة قوي زي الناس اللي بتنتحر زي الناس اللي هي بتاخد السكة الشمال خالص طب ما اصلنا وحش 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 فقدت السقة في نفسي مش قادر اغفر لنفسي خليني بقى بقى مجرم بقى ما خلاص انا لبست في هذا المصير مهم كمان اوي ان احنا كمان نغفر للاخرين ويمكن دي مش كل الناس تقدر عليها انا فيه ناس معينة في حياتي الازى اللي تعرضت له منهم كبير اوي 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 ممكن ياخد سنين عشان يخف فهي عملية مش سهلة وعملية تحتاج مجاهدة كبيرة اوي لكن لازم نعمل عشان نرتاح من جوانا كمان هيزود ثقاتنا في نفسنا وما نبقاش مدمنين لردى الاخرين لان احنا مش محتاجين نثبت لهم حاجة كل شوية شفوني شفوني انا كويسة شفوني شفوني انا نجحة شفوني شفوني انا مش عارف ايه ان احنا نفهم يا ترى ايه اللي احنا تخلقنا له ونعرف ايه الاعمال اللي بتساعدنا ايه الحاجات اللي بنحبها على سبيل المثال انا ما بستمتعش بالطبخ فلما بقعدة في المجتمع من الستات اللي بيتباهوا بانه هم بيتبخوا حلوة قوي 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 ببقى سعيدة بيهم ممكن حد تاني يبقى غيران دي بتعمل مش عارف ايه دي بتطبخ ايه دي بتسوي ايه انا بالنسبالي عشان انا عارفة انا بحب ايه وما بحبش ايه وايه اللي انا مستعدة ان انا اقضي حياتي ان انا اعمله وايه اللي انا مش فارق بالنسبالي مش فارق بالعكس سعيدة يلا هتعزموني على اكلة محشي كويس جميل حلو قوي فنعرف ايه اللي احنا بنحبه وايه اللي احنا بنحب نعمله وايه اللي احنا تخلقناله ونعمله لان لما نعمله هنزود ثقاتنا في نفسنا وده يفكرني بصديقة بعثتلي وبتقول لي ان فيه دايما مقارنة بينها وبين مراد اخ وجوزها ان مراد اخ وجوزها اشتر وانها بتعرف تعمل حاجات احسن لدرجة انها شطرة في السباكة وتصليح حاجات في بيتها وهي مش عارفة تعمل ايه كانت نصيحتي ليها ان هذه السيدة اول حاجة ان احنا ما نحقتش عليها وما نتضيقش منها والله هو ربنا سبحانه وتعالى ده موهبة معينة وهي مستغلة هذه الموهبة خلاص فاحنا نفكر بقى ايه يا تر اللي بيميزنا سيه مثلا هذه السيدة اللي شطرة في انها تشتغل بيديها وتصلح وشطرة في السباكة والحاجات دي انا ابقى شطرة في الطبخ مثلا او ابقى شطرة في اشغال الابرة او اي حاجة تانية او اي هواية تانية ابقى متميزة وابتدي اخلق سمعتي الحلوة في هذه الحتة الصغيرة بعيدا مش كل ما شوف حد ناجح في حاجة اقلده وعمل زيه ايه بنقع احيانا في فخن احنا نعجب بشخص فنبقى عايزين نلبس زيه ونتكلم زيه ونقلده ونشتغل نفس الشغلان اللي هو اشتغلها وكذا 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 من ضمن الحاجات مثلا انا درست في الجامعة ايه انا محبتش التدريس في الجامعة بالعكس كان وحش قوي 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 على حالتي النفسية استمتعت بالترمات الاولانية لما كانت المادة اللي انا بدرسها لسه فرش ولسه جديدة من تكرار المادة مرة في مرة في مرة محبتش ده لكن مثلا حبيت الريسيرش حبيت ان انا اعمل ابحاث حبيت ان انا دور على معلومات جديدة حبيت ان انا اخد المعلومات القديمة وابني عليها استنتجات جديدة ده انا حبيته حل اغير من زملتي او زميلي اللي هم مدرسين في الجامعة شطرين قوي السادزة في الجامعة شطرين قوي لا لان انا باحثة شطر قوي عملت لنفسي سمعة مختلفة تماما عن السمعة بتاعتهم فالفشل في شيء لا يعني ان انا فاشل الفشل سي مثلا بندرس خمس ستة مواد الفشل في مادة معينة منهم لا يعني ان انا انسانة فشلة عشان كده لازم نعرف ايه اللي بنحبه وهو ده اللي نركز عليه وده يخلينا دايما نتحرص صح والصدق هل اللي انا بعمله ده صح ولا مش صح لو صح خلاص ما اسعاش لقبول الاخرين لرضاهم لان الناس تقولي هيه برافو بتعملي صح احنا لسه احنا مش اطفال خلاص احنا عدينا المرحلة دي و دايما الخطأ بيكون في الماضي لو انا غلطت مبارح فخلاص مبارح ده ماضي لو انا غلطت من عشر سنين برضو ده ماضي لو انا غلطت من نص ساعة قبل ما ابتدي الفيديو ده برضو بقى ماضي فالخطأ ماضي مدام الخطأ مش في الحاضر ولا حيأثر على المستقبل انساه اسامح نفسي اموفان ولو في ايدي ان انا اصحاه اصحاه لو مش في ايدي خلاص واهم حاجة ان انا امنع تكراره بعد كده ده المهم ولازم نفضل نحاول سيه مثلا فيه جروب من الناس عشان اعجبهم ودي يمكن بنشوفها في تجمعات الستات وتجمعات الاصحاب تلاقي شلة مثلا كلهم بيشربوا سجاير معادة واحد ايه يا عم انت ما بتشربش سجاير ليه اشرب سجاير اشرب سجاير اشرب سجاير ونلاقي هذا الشخص سمع انه قعدته معهم اصلا هو مدخن سلبي اضطر ان هو يشرب سجاير عشان محدش يقول عليه ان هو مش راجل عشان محدش كل شوية يقول له اه اصلا انت بتخاف من باباك عشان محدش يقول له مش عارف ايه عشان يرضيهم عشان يتقبلوه ويبقى جزء من شلتهم بتحصل برضو في شلال البنات سيه مثلا بنات بيتكلموا عن مواضيع معينة عن حاجات معينة عشان ابقى جزء من هذه الشلة لازم اعمل لهم بيعملوه وده بيوقع بنات كتيرة في الفخوخ ما كانش ليها لازم نفس الحكاية بالنسبة للستات تجمع الستات عشان الجروب دي تتقبلني واحدة منهم لازم اتكلم زيهم لازم اوافق عليهم بيوافقوا عليه لازم اعمل زيهم ولو ما عملتش زيهم حيلفظوني اللفظ هنا مش معناه الكلمة اللفظ معناه تفوني زي مثلا سيدنا يونس لما ابتلعه الحوت فلفظوا طردوا فخلاص طردوا من فهيلفظوني فبنخاف بقى من الوحدة ايه ده انا مش حيبة عندي سحاب ايه ده ده انا حيبقى وحيدة ايه ده ده محدش حيصحبني لا ما تخافوش من الوحدة الوحدة ممكن تكون فترة مؤقتة لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يهدينا وندور ونلاقي السحاب الصح اللي بيحبوا كلامنا اللي بيحترموا افعلنا اللي بيحترموا قراءنا فلو فيج شلة او جروب اما او مجموعة اما لفظوني طردوني علشان انا مش بعمل حاجة الحاجات اللي ترضيهم ولا بقول الكلام اللي يرضيهم ما نخافش لان يمكن دي فرصة ان يبقى عندنا وقتة اطول ان انا اروح حتة تانية وتعرف على الناس تانية وابتدي حياة تانية ويبقى ليه يشلة تانية برضو من النوتس اللي انا حطتها ليه دايما في الناس اللي هي المدمنة ارضاء الاخرين ليه بيبقى عندها هذا التوق الشديد لحب الاخرين ورضاهم ونحس ايه اه لا برافو عليك لا شفتي اكلتك هيلة لا شفتي لبسك رائع لا شفتي الكلام اللي بتقوليه صح لان احنا ما بنحبش نفسنا احنا لو حبينا نفسنا لو حبينا منظرنا في المراية مش حنستنى ان الناس تقولنا الله انت امورة وحلو لو حبينا الكلام اللي احنا بنقوله مش حننتظر ان الناس تقولنا اوه برافو دي بتتكلم كلام كويس هحاول استرجع اه افكاري اه اعتقد ان انا وصلت الحب نفسك قبل ما تطلب الحب من الاخرين لان احنا لما بنحب نفسنا مش محتاجين حد يؤكد لنا ان احنا جديرين بالحب احنا عارفين من جوانا ان احنا جديرين بالحب اه وحب النفس هنا كررته اكتر من مرة انا ما بتكلمش على الانانية انا ما بتكلمش على الحب المرضي اللي هو بيدفعنا ان احنا نستحوز على كل حاجة لانفسنا مش هو ده اللي انا بتكلم عنه اللي انا بتكلم عنه ان احنا نتقبل نفسنا ونفتكد ده ربنا بيحبنا نقوم احنا ما نحبش نفسنا فلما نحب نفسنا حنبقى خلاص بقى مش طول النهار بنسعى لحب الاخرين حييجي تلقائي لما احنا نبقى كويسين وجديرين بحب الاخرين هيحبونا تلقائي استمتع بحياتك دي مهمة قوي من زمان قوي بطلت اعمل اي حاجة ما تدينيش متعة كاملة يعني كان فيه جروب من الاصدقاء من الصديقات كنت كل ما روح يمكن استمتع شوية باللمة وبعد ما يخلص هذا اللقاء وانا لسه حتى في الطريق مرواحة البيت ابقى زعلانة قوي من نفسي على الكلام اللي تقال والناس اللي تكلموا عنهم واللي انا شاركت في هذا الكلام عليهم كمان يعني مجرد الصمت معناه ان انا شاركت في الكلام معاهم احيانا نتطرق لموضوعات ما حبش ان احنا نتكلم عنها احيانا يبقى فيه مثلا حد بينصح حد نصيحة تودي في ستين دهية وابا انا محرجة وسكتة ومش عايز اتكلم ليه عشان ما يرفضونيش عشان ما يطردونيش من الشيء اللي داي فانا فانا في نهاية الامر انا مش مستمتعة لان الزيارة التجمع اللي انا كنت بعمله معاهم مرة كل اسبوعين ولا كل شهر كنت بعد اقنب نفسي عليه الفترة اللي بعدها لمجرد ان انا يكون لأصحاب يعزموني عندهم ونتجمع سوا ويتصلوا بيا بالتليفون والكلام ده كله فما تعملش حاجة ما بتستمتعش بيها ما تعملش حاجة ما بتحبهاش ودي في كل حاجة بقى في نقطة لسه انا قارتها الاب او الام بيقولوا اولادهم انت سيبت الحصة بتاعت المس ليه فالولد رد عليهم بيقولوا مش انتو كل شوية تقولولي اعمل اللي انت بتحبه اعمل اللي انت بتحبه فعملت اللي انا بحبه ما حضرتش الحصة مش هوا ده اللي بتكلم عنه في حاجات لازم مفروض ان احنا نعملها حتى لو احنا ما نحبهاش تاني لمثال الطبخ لازم اطبخ لعيلتي والقسرتي والنفسي عشان ناكل عشان نتغذة مع اننا ده مش من اولوياتي مش من الحاجات اللي انا بستمتع بيها مش هو ده اللي انا بتكلم عنه ولكن لو حد طلب مننا حاجة احنا مش عايزين نعملها لان احنا ما بنستمتعش بهذا الامر وانا مش مجبرة ان انا اعمله خلاص ما نعملوش مش مشكلة وندور على بدائل وده يدخلني بقى في النقطة اللي بعد كده هي ان احنا احيانا ما بنرداش نطلب بالمساعدة من الاخرين لاننا بنفتكر ان احنا لو طلبنا المساعدة معناه ان احنا فشلين مع ان اكتر حاجة على فكرة بتربط الناس ببعض ان احنا نساعد بعض بس نساعد بعض بالحاجات اللي نقدر عليها كان فيه صديقة من الصديقات كنا بنتبادل المنفع مع بعض انا بعمل حاجات معينة وبعرف اعمل حاجات معينة وهي بتعمل حاجات تانية فكنا بنتبادل هذه الخدمات مش شرط انها تكون خدمات تقليدية ممكن تكون خدمات غريبة كده ان انا كنت بشرح لها حاجات معينة وهي كانت بتعملي حاجات تانية وبرضو بنتبادل الخبرات لو مثلا ست بيت في علاقتها مع جوزها عشان تدير البيت وعشان يبقى البيت كويس هي مش قادرة تعمل زي قريبتها او زي جارتها او زي اي حد تاني توقف وتقوله انا مش قادرة اعمل الحاجات دي فانا محتاجة مساعدة انا محتاجة دعم في هذه الامور فلما نقيم نفسنا ونقيم قدرتنا ونعرف ايه اللي بنعرف نعمله ايه اللي ما بنعرفش نعمله مش هنيجي قوي على نفسنا حعمل اللي انا اقدر عمله واللي انا مقدرش عمله يا اما حسيبه خالص يا اما حطلب مساعدة الاخرين فيه من ضمن الحاجات برضو اللي عجبتني في الكتاب ان هي قالت دايما نكون في النور لو حد طلب منك حاجة تعملها وهذا الامر يستدع انه يتعامل في الخفاء ما تعملوش دايما خليك في النور ربنا سبحانه وتعالى نور السماوات والارض مثل نور كمشكات فيها مصباح تخيلوا كده المشكة هي الازازة والمصباح جواها النور مصدره من جواها قد ايه الازازة دي منيرة من جوا فربنا سبحانه وتعالى نور فاي حاجة بتتعمل في الضلمة معناها انها حاجة غلط معناها انها حاجة وحشة معناها انها حاجة مش مقبولة فمنجيش على نفسنا ونرضي الاخرين على حساب ان احنا نبقى في الضلمة ماينفعش اخر حاجة لا والله في كذا حاجة يعني بس الفيديو بقى طويل بس انا هكمل مهم جدا ان احنا نعرف ان احنا مش هنقدر نرضي الاخرين مش هينفع نصاحب كل الناس مش هينفع كل الناس يتقبلونا مش هينفع كل الناس يبقوا راضيين عننا فما ماينفعش لو احنا في مجتمع دراسة وفي مجتمع شغل ان احنا نبقى محبوبين من كل الناس حتى اكتر الناس اللي كانت محبوبة لما انا دلوقتي بفكر في الناس زي جدتي زي جزع عمتي زي ناس معينة رحمة الله عليهم ما كانوش كل الناس بيحبوهم على فكرة فيه اجماع عليهم فيه اغلبية بتقول عليهم ان هم كويسين لكن اكيد كان فيه واحد ولا واحدة ولا حد بيحبوهمش فحياة جدتي قالتلي على مني قدمة معينة انها ما كانتش بتحبها خالص وكانت بتناصبها لعداء فاذا كان فيه ميت شخص حواليها بيحبوها فيه شخص ما بيحبهاش عادي جزع عمتي مرة كلمني على شخص في حياته هذا الشخص ما كانش بيحبه خالص انا نفسي يعني شوفوا انتو قد ايه فيه منكم متابعين لي وبيحبوني وبيكتبوا لي تعليقات كويسة فيه ناس اول ما تفتح تقول ايه دي مش حباها مش عجبني كلامها مش عجبني طريقتها فيه ناس فعلتي مثلا لا 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 ما بنقبلهاش ما بنقبلهاش خالص عادي فمش لازم الكل يحبنا مش لازم نرضي الجميع في نفس الوقت لو وصبنا بحوس ارضاء شخص محدد لازم نقف وقف مع نفسنا لان ممكن هذا الشخص ياخد نقطة الضعف دي ويستغلها اسوأ استغلال ان احنا مدمنين ارضاء شخص معين فهو بقى يدمن السيطرة علينا دي بتبقى مصيبة دي بتبقى مشكلة مش لازم الزوجين يبقى متفقين في كل الاراء 100% مش لازم الستة عشان ترضي جزهة طول الوقت لانه مش ممكن هيكون راضي عنها طول الوقت ولا هي راضي عنه طول الوقت لكن ما ينفعش انه يبقى مش راضي عنها طول الوقت ولا هي مش راضي عنها طول الوقت اي اكستريم اي اي يعني تطرف سواء في اليمين او في الشمال الشيء مش حلو شيء مش حلو خالص فلازم لازم نقف مع نفسنا ونقف مع هذا الشخص اللي احنا مدمنين ارداؤه ونشوف ايه الحاجات اللي بيطلبها لكن بتيجي علينا ايه الحاجات اللي بيطلبها لكن ضعب علينا ونبتدي نتفاوض على صفقة ترضي الطرفين ايه هنا بقى ييجي مبدأ الكمبرمايز حب علي وحب عليك انا ممكن اعمل ده بس اصاد ان انت تعملي ده انا ممكن معملش ده بس اصاد ان انت تمتنع عن ده كده العلاقة هتبقى متوازنة مفيهاش طرف كسبان طول الوقت وطرف خسران طول الوقت ايه تاني اه مهمة جدا احنا نضع حدود فاصلة في العلاقات وانا فعلا عملت فيديو زمان كان عن الحدود الفاصلة في العلاقات لما الواحد يعرف ايه اللي بيحبه وايه اللي ما بيحبوش ايه اللي تقبلو من الاخرين وايه اللي ما تقبلوش من الاخرين ساعتا نقدر نحط حدود فاصلة والحدود الفاصلة دي حاجات جميلة قوي دايما يقولك ايه strong fences make good neighbors يعني الاسوار القوية بتعمل جيرة كويسة ليه لان دا سوري دي الجنينة بتاعتي ما ينفعش ولادك يجو يلعبوا في الجنينة بتاعتي ويبوزوها او انت تيجي تقعد في الجنينة بتاعتي من غير اذني لما بيبقى فيه سور قوي وفيه جيت قوية بوابة محدش ينط على ملعبي بغير اذني فلازم نحط الحدود الفاصلة دي انا مثلا واحدة من الناس يمكن فيه خلاف بيني وبين مامتي على الموضوع دا بكره ان حد يجيني بدون اخذ معاد سابق لما بكون في مصر مثلا رايز اروح ازور اعمامي اذا بقى رحمة الله عليهم في فترة من الفترات اقول لهم لو سمحتوا اتصلوا وعرفوهم ان احنا رايحين فبابا يرد علي يقول لي ما عادي احنا بنروح كده من غير ما نتصل ولا بتاع اقول لهم انا مش كده انا ما حبش حد يجيني الا لما يتصل عشان كده مش ممكن اروح لحد الا لما اتصل وقوله ان انا جاي ودي دا من تأدب ان انا اخذ الازم عشان الناس تبقى مستعدة عشان الناس تكون متهيئة نفسيا لاستقبالي مش فاجأ كده اطب عليهم سيه مثلا ما عندهمش حاجة يضيفوني بيها ويحسوا بالاحراج او مش مستعدين انا ما حبش ان حد يجيني على غير غفلة ابسط حاجة انا اعدى دلوقتي برحتي على الكنبة بتاعتي حطى اللابتوب بتاعي هنا حطى الشاي بتاعي هنا حطى كذا حطى كذا ممكن الوضع دا يقعد ساعتين تلاتة بالمنظر دا منيش محتاجة اقومة روى ييجي حد على غفلة يبص ايه دا الدنيا مكاكبة وبقى انا محرجة وبقى انا متضيع فلما نحط حدود فاصلة في العلاقات بنحط توقعات مظبوطة فما نحرقش بقى في نفسنا عشان نرضي التوقعات المبالغ فيها من الاخرين اخر نقطة بقى هكلمكم عنها ان في مواقف تستلزم المواجهة واحيانا بنفضل نيجي على نفسنا نيجي على نفسنا نيجي على نفسنا لما الموضوع يجبر قوي عارفين القشة اللي قسمت ظهر البعير المثل دو مثل لطيف خالص البعير الحمار او البغل صاحبه قاعد عمالي يحط عليه بلات القشة يحط عليه بلات القش كتير بالة اتنين تلات اربعة ولقى قشة واقعة حطها عليه راح البعير يعني بارك في الارض واقع اتقضم ظهره هل القشة دي هي الاضم الظهر الحمار لأ البلات الكبيرة دي ف ما نستناش لما يتفاقم الموقف وعدي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وسنة واثنين وثلاثة وخمسة مرة زمان قوي قريت مقال كانت دهوني جزي ان انا اقرام كان اسمه يعني الوداع الطويل الوداع في العلاقات ما بيجيش في لحظة الوداع لأ احنا بنبتدي نفترق ونبعد عن بعض والبعد ده ممكن يكون نفسي احنا موجودين في نفس الحيز وبنشوف بعضه كل يوم ولكن نفسيا حصل بنا وداع من زمان قوي وتبعدت المسافة بنا فنيجي في لحظة يحصل انفجار خلاص مش قادرين مش قادرين نكمل حضرة الناظر قبل استقالتي من الافلام دي مش وليدة اللحظة دي بيبقى فيه تراكمات فغلط ان احنا نسيب التراكمات لازم نغسل يعني تخيلوا كده احنا لابسين بلوزة هي جميلة وحلوة انا لابساها النهاردة وقعت نقطة شاي ولا قهوة بكرة لابساها اتوسخت في حاجة بعد ولابساها جي عليها شوية تراب على اخر الاسبوع هتبقى متوسخة قوي والبقع هتفضل موجودة مش هتروح هتبقى متبقع بقع دايما لكن لو انا لابساها النهاردة وحصل فيها حاجة وانا خدتها على طول غسلتها في ساعتها شلت البقع برضو في العلاقة النهاردة حصل موقف ما لو فوتتوا معناه ان انا ان الامر ده عادي وهو مش عادي هو دايق غلطة الستات في تعاملها مع الرجال ان احنا نقعد نلف وندور حوالين المواضيع نلمح نعمل مش عارفة اصلي يمكن يحس على دمه اصلي يمكن ياخد باله رجالة كتير محتاجة الخط المباشر هو انت مأموصة ملوية يا ستي مأموصة ليه ملوية ليه هو كده كان لازم تعرف لوحدك يعرف لوحده ليه هو عمل حاجة هو شايفها عادي انت مش شايفها عادي كان لازم تقولي له معلش انا دقت جدا جدا على فكرة لما حصل كذا 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 خلاص عرف مرة تانية هيحاول يجبرك مثلا على ان انت تقبلي هذا الموقف نقف تاني انا قلتلك قبل كده فعلا الموقف ده وبيدايقني وما ينفعش ان انا اتقبله وما ينفعش ان انت تقوله وده حتى بين الاصدقاء وبين الارايب كان في حد من من اريبي بيهزر بطريقة معينة وانا ما بكوش بحب الطريقة دي خالص على فكرة انا ما بحبش الهزر بالطريقة دي اه انت يصلك حمالية وروحك في مناخيرك وما بتقبليش مش عارف ايه وبتاع اه انا كده فعلا فانا ما بحبش الهزر بالطريقة دي المرة التانية على فكرة هتكون اخر مرة نتقابل فيها لو الموضوع ده موقفش انا بحكي لكم موقف حصل حقيقي فعلا انتي لسه كده مع اذا انتي لسه ايوة انا كده ولو هذا الموقف موقفش انا مش هكون مع هذا الشخص فحيز واحد ابدا بعد كده المرة التالتة لما حصل انا مقبلش هذا الشخص تاني نهائي وتجنبت تجنب تام ان انا وهو يكون في نفس الحي انا مقبلش الهزار بالشكل ده انا مقبلش الكلام ده انتهى خلاص خلاص وخيصوا على ده في جميع العلاقات مع اولادنا ليه اولادنا بيتمادوا في الغلط ليه اولادنا بيستمروا على السلوك الخاطئ ليه اولادنا فجأة نبقى مطارين ان احنا نضربهم وضرب عنيف وانكسرهم ونعملهم ليه لان احنا ما حطناش حدود فاصلة انت حدودك هنا ده اللي مسمحلك ده مش مسمحلك فمهم جدا جدا ان احنا نضع الحدود الفاصلة ونتبعها بمواجهة اذا التزم اذا استلزم الامر المواجهة ساعتها مش حنبقى مدمنين لموافقة الاخرين مش حيبقى عندنا هذا الشبق واللهفة ان الناس تقول علينا انت كويس انت كويس انت كويس انت كويس انا عارف ان انا كويس عشان انا تصرفاتي كويسة عشان انا بني اعدم كويس بس لازم نكون فعلا كويسين وإلا حنبقى اشخاص نرجسيين انانيين تز فينا وفي اللي خلفونا لو احنا بهذا المنظر ساعتها ما نستحقش ابدا ابدا لا رضى الاخرين ولا حبهم ولا تقبلهم دينا ولا اي حاجة نستحقها لو احنا ما نستحقش ده طولت عليكم بس بصراحة حاسيت ان الكتاب حلو قوي